احنا بنشتري اكل ونرمي اه اه عشان في لس مش عجبها الكلمتين اللي انا كنت بتكلم فيهم من بارح على مسألة توقفوا عن تخزين الاكل ارجوك يعني سلوك شديد الغرابة بالمناسبة انا افهم انه تعمل كده لما تبقى داخل مكان ومش لقي حاجة معتاجة فانت تبقاعد قلقان ومتوتر وبتاع وكلام من ده لكن لما انت تبقى ماشي في اي شارع في اي شارع او بلاش في اي شارع خيلنا بقى منطقين اغلب شوارع السبعة وعشرين محافظة فيها وطنية وفيها امان وفيها مجمعات استهلاكية وفي يعني مش هقولك بقى بقى انا ما حابش كلمة سوبر ماركت ولا السلسل الكبرى ولا الكلام ده حلو موجودين طب والحاجات بتاعت الدولة ما هيكمان موجودة فانت عايز تروح تخزين يقولها طب وجب تمين ان احنا بنشتري الحاجة وبنستهلك مانا 40% وبنرمي 60 ما انا لو قلتلك هتتخض وبالمناسبة يعني دي تقديرات العالم لحجم الاستهلاك المصري وحجم المخلفات اللي بتطلع من البيوت تحديدا مخلفات المأكلات والمشروبات زي دي احنا هنا يعني سبحان الله تجد انه التقدير اللي حاصل من المراكز التي تتابع هذه الامور او تدرسها في مصر هي نفس التقديرات بتاعت نفس المراكز دي بلا في بلاد برا وهم بيشوفوا الانماط الاستهلاكية بتاعت الشعوب داخل اي دولة في شركات في مراكز شغلتها كده ايوة فندم ايوة انا بقول لك احنا في بيتنا انا 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 واحد من الناس بيحصل معايا كده اجيب شوية فاكهة انا بص انا في الاكل ببقى ما اظن يعني اغلب المشاهدين يعني انا احب الاكل فبشتري دايما بالزيادة انا للأسف بعمل كده فانا احب الفاكهة خالص جدا قوي يعني ما بحبش الحلويات فتلاقيني شاري قد كده يوستفان دي ولا شاري قد كده موز ولا شاري قد وبعدين هوب بتلاقيني قاعد عمال برميه ليه اصل باز ما هو قاعد عندي بقاله اربع خمس ايام ما طبيعي هيبوز طب انا اشتريت كل الكمية دي ليه بالعقل مشتري اللي على قد دي ده انا بقول لك انا يوسف لاستو بريئا انا زي زي كل المواطنين عندي هذه العادة الخبيثة في اكتر من كده طبيعية في اكتر من كده اريحية في اكتر من كده وضوح ومباشرة انا للأسف عندي هذه العادة اللقيمة الخبيثة مين انت وانا ولا حاجة زي زيك انا مش جاي حضرك انا مش جاي استشيخ عليك انا مش جاي اقول لك انا الاستاذ اللي ما بيغلطش بغلط زي زي خلق الله بس انا عايزة حسن من نفسي فاقول ايوه انا بدل ما بشتري 3 كيلو واستفان دي ما بنكلهمش طيب اشتري كيلو لما يخلص نبقى نجيب تاني ما هو الحمد الله موجود مصر من اكبر دول العالم المصدرة للموالح باشتريه استفان دي اخزنه ليه انا ما انا انسان غريب والله بتكلم بجد كلنا مش ذلك هذا قريب الرجل كلنا هذه المرأة احنا بنعمل كده ايقص على ذلك بقى وانت بتغرف في الطبق وبعدين ما بتكمقش بيعت والله ما هنعمل ايه بالليفت اوتس دي بقايا الاكل اللي موجود في الصحون وفي الاطباق ايوه فنم احنا بنرمي الاكل ناخد بالنا بقى زي ما بقولك كده يا عمنا مش بقولها ما تاخدش بالك من حد خد بالك مصروف جيبك عرقك وشأك المهية اللي طلع عينك فيها طول الشهر مش كده يا نديم تصدق وتؤمن بالله انا النهاردة اهو قاعد بشتغل من صباحية ربنا انا من ساعة عشرة صباحا بشتغل حلو؟ طيب وبعدين هخلص البرنامج وبعدين هسافر احكي لكم على موضوع السفرية او لا؟ ما نقولش طيب فهسافر عشان لسه عندي شغل انا مش مروح بيتنا انا مسافر اكمل شغل وهشتغل بكرة طول اليوم تطبيقه حلو؟ لو نمت هريح على الكرسي طبعا عم سعد هيبقى سامعني هريح على الكرسي جنب عم سعد انا وعبد الله علشان نعرف ننام عم سعد ربنا دين والصحة يوصلنا بقى بالسلمة نم شوية عم سعد لحد الساعة 12 نم طب حبيبي فهكذا وهنروح هنوعد نشتغل وهنطلع هوا بالليل برضو تطبيقه وبعدين هنرجع على شغلنا الصبح الى اخير طب يعني العرق والشقة ده نرمي في الشارع؟ اشتركوا في القناة